وسنختم مشاهدين هذه السلسلة مع الكلام العاطفي الذي توجهت فيه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلسخارت للعراق والعراقيين هي تحدثت عن الحفاوة التي تلقتها عندما كانت تخرج من المنطقة الخضراء وتحتك بالشعب العراقي وهي دعت النسوة إلى عدم الاستسلام في خطاب عاطفي لك في الأمم المتحدة قلت بأن العراق بات جزءا منك ما الذي يعنيه العراق لك حاليا؟ وصلت إلى العراق في ديسمبر عام 2018 والأمم المتحدة مع العراقيين مررنا بالكثير من المرتفعات والمنخفضات والعراقيون معرفون بضيافتهم وكرمهم وهذا ما أؤكده الكثيرون استقبلوني بأذرع مفتوحة وجعلوني أفهم المجتمع العراقي بغض النظر عن العرق أو الدين هم كلهم كانوا مرحبين وهذا لن أنساه أبدا أمضيت خمس سنوات ونصفا بالعراق ومن الطبيعي أن أكون عاطفية لأن العراق أصبح جزءا مني وجمال البلاد رائع كما وصفته في مجلس الأمن وهو كذلك أينما ذهبت إلى كردستان شمالا أو في الجنوب كل محافظة لها خصائصها وتاريخها ومجموعاتها ومجتمعها وعشائرها هذه هي الطريقة الوحيدة للتعرف على العراق الحقيقي إذا اختبأت في المنطقة الخدراء لن أفهم ما هي هذه البلاد أنت امرأة قوية ما هي النصيحة التي تقدمها للنساء في العراق وفي العالم العربي لديكم مستقبل هنا في العراق أو في المنطقة لا تستسلموا أبدا ولا تسمحوا لأحد بترهيبكم ما هي النصيحة التي تقدمها في العراق الحقيقي؟ ما هي النصيحة التي تقدمها في العراق الحقيقي؟ ما هي النصيحة التي تقدمها في العراق الحقيقي؟ ما هي النصيحة التي تقدمها في العراق الحقيقي؟